نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكي في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكل الجانبين تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية لمصابي العبوات الناسفة والإخلاء الطبي الجوي واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذي عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راق يمكنها من تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار وتأتي الدورة في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في العديد من المجالات العسكرية